الحمد لله رب العالمين الحمد لله بمناسبة انطلاق الدورة العلمية قال حفظه الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها المسرمون اتقوا الله تعالى حق التقوى اتقوا ربكم فإن تقوى الله خير وصية أوصى الله بها الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله فبتقوى الله تنالون السعادة في الدنيا والآخرة إنه لمما يوجب الشكر المتواصل والحمد المتتابع لله سبحانه وتعالى اختصاصه لنا في أحب البلاد إليه وأكرم البقاع عليه بالسعي في خدمة الحجاج لبيته المعظم خير بيتٍ وضع للناس وفي هذه الأيام المباركة نشهد هذه الجهود الموفقة المسددة من العاملين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الرامية إلى نشر العلم النافع والحكمة والموعظة الحسنة بين جنباته وأروقته إرشاداً لوفود الحجاج وتعليماً لهم بأمور دينهم والآداب والأخلاق التي دعت إليها الشريعة الإسلامية من الكتاب والسنة إن اغتنام هذه الجهود في أقدس بقعةٍ على وجه البسيطة لمما يتنافس عليه المتنافسون كيف لا؟ وهو اجتماعٌ للشرف والخير من عدة أوجه شرف المكان وهو المسجد الحرام وشرف الزمان وهو موسم الحج الذي يفد فيه الناس إليه من كل فج عميق وشرف المعلوم وهو تعلم ما علَّق الله به السعادة للبشرية في الدارين فنعم المنهج ونعم الطريق إنه يومٌ بهيج يشهد باكورة سلسلةٍ من النور والهداية تشع من جنبات المسجد الحرام متسللةٍ إلى قلوب وبصائر المسلمين باختلاف بلدانهم وألسنتهم وألوانهم معبِّرةً للدنيا أجمع عن رسالة الإسلام في كل زمان منذ أن رفع إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام القواعد من البيت وإلى أن يرث الله الأرض وما عليها وأعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل خلق الخلق لحكمةٍ عظيمةٍ ليعبدوه وحده لا شريك له قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ليرُدُّ الْعِبَادَ إِلَى فِطْرَةِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَهُمْ عَلَيْهَا بعد من حرف العباد عن فطرة الله عز وجل فإن الله سبحانه قد فطر الخلق على عبادته فطرة الله التي فطر الناس عليها فلما انحرف العباد عن هذه الفطرة أرسل الله الرسول ليرُدُّ العباد إلى فطرة الله السليمة كما أن دعوة جميع الرسل دعوةٌ واحدةٌ إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هذه طريقة الرسل من لدن نوح إلى خيرهم وأعظمهم وأكملهم وأفضلهم محمدٍ عليهم الصلاة والسلام وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فأقام الله عز وجل بهم الأدلة الواضحة والبراهين الصادقة على صحة التوحيد وفساد الشرك وضلال المشركين وفساد معبوداتهم من دون الله فبين لهم تعالى وتقدَّس أن كل عابدٍ لغير الله فإنه في ضلالٍ مبين ومن أضلُّ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وأن هؤلاء المدعوين غافلون عن دعاء من دعاهم وأنهم يوم القيامة سيتبرؤون من كل من عبدهم من دون الله وَسَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ هَذِهِ الْمَعْبُودَاتِ لَا تَمْلِكُ شَيْئًا فِي الْكَوْنِ وَلَيْسُوا أَعْوَانًا لِلَّهِ وَلَا شُرَكَاءَ لِلَّهِ وَأَنَّ الشَّفَاعَةَ الَّتِي يَظُنُّهَا الْمُشْرِكُونَ أنَّهَا فِي يَدِ مَنْ عَبَدُوهُ وَعَظَّمُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أنَّ ذَلِكَ ضَلَالٌ مُّبِينَ فَإِنَّ الشَّفَاعَةَ مُلْكٌ لِلَّهِ اللهُ الذي يأذن للشافع بعدما يرضى تعالى وتقدَّس عن المشفوع له وهو لا يرضى إلا عن من وحده وعبده ولم يجعل مع الله شريكًا في عبادته أيها المسلمون أيها الحجاج والمعتمرون إن الله تعالى افترض على عباده الحج وجعله خامس أركان الإسلام قال تعالى ولله على الناس حجُّ البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنيٌّ عن العالمين جعل الله الحج فريضة العمر من أدَّاه في عمره مرةً فقد خرج من التَّبِعَة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجُّوا فقال رجلٌّ أكل عامٍّ يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منهما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه فلم يجعل الله الحج في العمر إلا مرةً من أدَّاه فقد أدَّى الواجب وما زاد على ذلك فهو تطوُّع أما الواجب فهو مرةٌ واحدةٌ في العمر رحمةً من الله وفضلًا وإحسانًا إن في مناسك الحج عبارًا وعِظات منها التقاء المسلمين واجتماعهم في صعيدٍ واحد لغايةٍ واحدةٍ لربٍ واحدٍ يعبدون وبكتابه يأتمون ولرسولٍ واحدٍ يتبعون شعارهم واحد هدفهم واحد هيئتهم واحدة حقًّا إنها تُمثِّل أخوة الإسلام في أسمى وأرفع معانيها أيها الإخوة أيها المسلمون إن موسم الحج مؤتمرٌ عظيمٌ يدعو الله تعالى إليه المسلمين ليشهدوا منافع لهم والتي أصلها وأساسها انطلاق القلب إلى الله وانجذابه إلى طاعته حيث يفارق المسلم وطنه وأهله وبلده استجابةً لنداء الله الذي فرض عليه الحج والتقاء المسلمين بعضهم ببعض وتعارفهم وتآلفهم وسيلةٌ قويةٌ إلى قوتهم واستقامة حالهم وفَّق الله المسلمين لما يحبُّه ويرضاه إنه في هذا المكان أشرف موطٍ نذكر نعمة الله علينا بالإسلام تلك النعمة التي جمعت القلوب ووحدت الشمل فأصبح المسلمون بهذا الدين أخوةً في الإيمان أخوةً في العقيدة إنما المؤمنون إخوة أخوةٌ تقتضي من المؤمن أن يحب لإخوانه ما يحبُّ لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه محبةٌ تقتضي من المؤمن محبةٌ تقتضي أن تفرح لهم بكل خيرٍ نالوه وتحزن لأي مصيبةٍ حلَّت بهم لأنهم إخوانك في الدين وأنت وإياهم كالجسد الواحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضهم بعضاً لقد حسد أعداء الله تعالى الأمة الإسلامية على هذه النعمة العظيمة فأخذوا في بث الدعوات المُضلِّلة والأفكار الهدَّامة بين المسلمين والله يعلم أن الإسلام بريءٌ من هذه الدعوات الحزبية المُنحرفة وإذا تأمَّل المسلم تلك الدعوات رآها جهالاتٍ وظلالاتٍ وخداعاً للأمة وتضليلاً لها ذلك أن أرباب هذه الدعوات لهم علاقةٌ قويةٌ بأعداء الإسلام يرسمون لهم الطريق ويُخطِّطون لهم المُخطَّطات ليضربوا أهل الإسلام بعضهم ببعض فجعلوا منهم جسرًا يعبرون عليه لنيل أغراضهم وأهوائهم الإرهابية فهم إنما يدعون لأنفسهم وأغراضهم وأهوائهم ودعواتهم المشبوهة وليست إلا لأغراضٍ دنيوية لأحزابٍ أو عصبيةٍ جاهلية وقد وصفهم الله تعالى فقال وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خُشُبٌ مسنَّدة وقال تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ويُشهِدُ الله على ما في قلبه وهو ألدُّ الخصام وإذا تولَّى سعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ويُهلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ والله لا يُحِبُّ الْفَسَاد حُجَّاجَ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَام أيها المسلمون إن الحج المبرور يجب أن يكون خالصًا لله تعالى يجب على الحاج أن يكون هدفه عبادة الله وحده لا شريك له وأن يُجرِّد هذا الحج من كل أمرٍ يُخالف شرع الله كما يجب على الحاج أيضاً أن يكون في حجه متبعًا للنبي صلى الله عليه وسلم لذا حرِص في حجته التي ودَّع فيها الناس أن يتلقَّوا عنه مناسِكَهم قائلاً لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وما قال قولاً ولا عمل عملاً عليه الصلاة والسلام إلا قال لهم خُذُوا عني مناسِكَكم ليعلمهم الاقتداء به والتأسِّي به فإنه صلى الله عليه وسلم قدوةٌ لكل مسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجُو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا وقف صلى الله عليه وسلم بعرفة وصلَّى الظُّهر والعصر جمعًا وقسرًا في وقت الظُّهر وقبل الصلاة خطب خطبةً عظيمة علَّمهم فيها واجبات الإسلام وقرَّر فيها قواعد الدين قائلاً إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحُرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وأخبر أن الله قد ألغى به أمور الجاهلية فقال ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دماءنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته ذيل وربى الجاهلية موضوع وأول رباً أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوعٌ كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعن فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يودع أمته بهذه الكلمات العظيمة التي تقرر قواعد الدين الغادماء الجاهلية وأوصاهم بالنساء خيراً وبين ما للنساء من الحقوق وما عليهن من الواجبات واستشهد الله العظيم أنه بلغهم رسالة الله فقالوا له جميعاً نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع إصبعه إلى السماء ثم نكتها إلى الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد ثم قال للصحابة وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وقال ارفعوا عن بطن عرنة يعني أن الواقف في أي جزء من أجزاء عرفة فإنه يكون مؤدياً للواجب إذا كان وقوفه داخل حدود عرفة ولم يزل واقفاً بها منشغلاً بدعاء الله والتضرع بين يديه حتى غربت الشمس ثم انطلق بعد ذلك إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا وبات بها حتى صلى بها الفجر في أول الوقت وذكر الله عند المشعر الحرام ثم انصرف إلى منا والتقط حصى الجمار ما بين طريقه من مزدلفة إلى منا وصل صلى الله عليه وسلم إلى منا فابتدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف طواف الإفاظة بالبيت وهذه الأعمال يرتبها الحاج يوم النحر إن قدر على ذلك رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي ثم الحلق أو التقصير والحلق أفضل ثم الطواف بالبيت والسعي بعدها إن لم يكن سعى مع طواف القدوم أو كان متمتعًا فعليه سعي الحج غير سعي عمرته وإن قدَّم بعضها على بعض فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله أنه قدَّم الحلق على الرمي أو النحر على الرمي قال افعل ولا حرج فما سُئل عن شيء يوم النحر قدِّم ولا أُخر من أفعال يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج ثم إنه صلى الله عليه وسلم رجع بعدما طاف طواف الإفاضة وبات بمنا ليلة الحادي عشر ثم رم الجمار يوم الحادي عشر بعد الزوال الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي جمرة العقبة وكذلك في اليوم الثاني عشر وما كتب مينا ثلاثة أيام فلم ينصرف إلا في اليوم الثالث عشر بعدما أكمل رمي الجمار فمن تعجَّل في يومين فانصرف من مينا بعدما يرمي الأولى والوسطى والعقبة أو تأخَّر إلى اليوم الثالث عشر فإن الكل جائز قال الله تعالى فمن تعجَّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخَّر فلا إثم عليه أي من تعجَّل في الدفع من مينا في اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه ومن تأخَّر فلم يدفع إلا في اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه فلا حرج عليه ثم بعدما يُكمل الحاج رمي الجمار يُودِّع بيت الله الحرام وقد تم حجُّه بتغفيق الله أيها الإخوة حُجَّاج بيت الله الحرام وفي هذا المقام ينبغي علينا أن نستشعر نعمة الله تعالى على هذه الأمة في هذا الزمان أن يسَّر لنا القدوم لحج بيته الحرام والاجتماع في هذا المكان المُبارك وشاهدتم ولله الفضل والمنَّة ما نعِمَت به بلاد الحرمين من خدماتٍ عظيمةٍ وتسهيلاتٍ كبيرة فكم ذُلِّل من الصِعاب وسُهِل من الأمور بتغفيق الله ورحمته فإن المسؤولين في هذه البلاد من أول مسؤولٍ فيهم إلى آخرهم بذلوا جهودًا مُضنِية وجهودًا جبارة قاموا بواجبٍ عظيم سهَّلوا لحجَّاج بيت الله الحرام كل المُهمَّات ذلَّلوا أمامهم الصِعاب يشهد المسلم تلك العناية العظيمة بالحرمين والطُرُق الموصلة إليه وما تقوم به أجهزة هذه البلاد على اختلافها أمنيةٌ وصحيةٌ وغيرُ ذلك من أجهزة الدولة التي تقوم بكل جُهد وبكل عملٍ في سبيل راحة الحجيج يشهد المسلم ذلك فيحمد الله تعالى أن جعل الحرمين الشريفين في ظل هذه الدولة المُباركة المملكة العربية السعودية إن هذه الأعمال إنما تُقدِّمها هذه البلاد شكراً لله تعالى على نعمته أن جعلهم خُدَّام بيت الله الحرام ورعاة هذا البلد الأمين فهم يؤدُّون هذه الأعمال انطلاقًا من مبدأٍ عظيم طاعةً لله وطاعةٍ لرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبَّة الخير لهذه الأمة إن هذه البلاد ولله الفضل بما منَّ الله عليها بتحكيم شرع الله وإقامة حدود الله ورعاية الحرمين الشريفين هي أيضاً تنطلق في سبيل راحة المسلمين وتضميد جروحهم وحلِّ مشاكلهم وإنهاء خصوماتهم وبذل كل جهدٍ في سبيل ما يُسعد الأمة ويعينُها من قريبٍ أو بعيد لأنها ترى ذلك واجبًا إسلاميًا عليها من محبَّة الخير للأمة والسعي في مصالحهم وجمع كلمتهم وتوحيد شملهم ومساعدتهم في كل كارثةٍ تنزلُ بهم لأن هذا من الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنُ للمؤمن كالبنيان يشُدُّ بعضه بعضًا فوفَّق الله حكومتنا لكل خير وهداهم سواء السبيل ووفَّق الله إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووليَّ عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجزاهم خيرًا وحكومتهم الرشيدة على ما يُقدِّمون من خدماتٍ جليلة للحرمين الشريفين وقاصديهما وأخذ بأيديهم إلى كل خير وأعان منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وأصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء المدرِّسين في المسجد الحرام على القيام بما أوجبه الله عليهم من تعليم العلم وبيان شرع الله تعالى لزوَّار بيته العتيق من مشكات النبوَّة ونور الوحي ليُؤدُّوا مناسِكَهم على بصيرةٍ ونور وشكر الله جهود معالي الرئيس العام الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد انتهت كلمة سماحة المفت العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا للمشاهدة